كاليني اعرض عليكم مثلا انه دايما كل يوم كل يوم في مجموعة شغلتهم يبدأ يعمل تغريدات او بستار او مقالات الهدف الاساسي منها انه تعكير المزاج العام في مصر او تشكيك الناس في الدولة او في الموضوعات اللي شغالة فيها الدولة او في رئيس الدولة ده شغال كل يوم تعالوا شوفوا الاخ جفارة علي حسن او عمارة علي حسن او عمارة علي جفارة سموز انت عايز عامل جفارة بيقول في تغريده بيقول وعيت على السياسة اواخر عهد السادات وكنت استعد وقتها الدخول للصف السلس الاعدادي فلم يدخل الرجل قلبي لتمثيله المفرط رغم عبقرياته السياسية اهو يعني هو عمارة كان في الاعدادي وكان حاسس ان السادات بيمثل ورغم انه عرف انه عبقري في السياسة شوف بس الكلام يعني بقول صبرت على مبارك ووعي السياسي ينمو ثم ثرت عليه ثائر بقى مهو جفارة صار على عبد الناصر صار من خلال حواراته في البرامج التلفزيوني دي صورته يعني هو صار الراجل اهو لكنني في كل هذا لم اكن خائفا على مصر ابدا يعني حتى هو صار على مبارك مكانش خايف على مصر والسادات كان بيمثل مكانش خايف على مصر لكنه اليوم اخاف عليها كثيرا اكتر من اي وقت مضى مصر هو خايف على مصر بقولك يا دكتور عمار ما تخافش على مصر والنبي يا دكتور عمار يعني ينقطنا بسوكاتك افضل كل ما بتتكلم كل ما بيظهر اه غياب الرؤية عندك غياب بعد النظر عندك غياب الواقعية عندك اه حالة من حالات الكراهية للنظام الحاكم في مصر بشكل غير مبرر حالة من حالات مقالك بتاع رغيف العيش كان فاضح مفضوح حتى ليه كل الناس يعني انت بتقول انا خايف على مصر انا بقولك يا سيدي انت عايز تظهر انك خايف على مصر انت مش خايف على مصر عايز تسوق صورة للناس تسوق صورة للناس ان الوضع خطير وانت خايف على مصر لا اول مرة في تاريخها بقولك يعني والله السكوت من حضرتك ومن الناس اللي زيك فضيلة وطنية تمسكوا بيها في نفس المدمار بيتكلم عمر واكد بيقول اللي اللي هيحصل في مصر المؤكد بيقول المؤكد اللي هيحصل في مصر و اتمنى يعني يحصل وبالله اتمنى يحصل ان الشعب يرفض فكرة الرئيس وافكار الرئيس وخلاص كفاية كده ويبقى هو ده نص الكباية المليان واللي حصل ده من الوعي العام بفساد معدلة الحكم مدعوم من مؤسسة لا تغضع لاي ارقاب ربنا يسهل الولد عمر واكد فقد ما تبقى من انسانيته وفقد ما تبقى وما كانش عنده شرف اصلا فقد شرفه من زمان ده عبارة عن كومبرس فقد لشرفه والدكتور اسمه عمر على حسن او جفار على حسن فقد الكثير من عقله ايضا انا بقول له كتاباتك دمات ايه يا دكتور عمر ومقالاتك دمات ايه يا دكتور عمر وكنت اظن ان هناك عقل يتحكم فيما يخرج من مدات قلمك لكن اعتقد انه قلاص ايضا الغريب في الامر ادي عمار ادي عمر واكد و مش عايز اشتمو الله تاني لكن هي لليان داود عارفين طبعا اسمها ايه لليان داود مش عايز اقول عشان انا يعني ايه في وضع لا لا تسمح لها الظروف ان انا اطلق عليها اللفظ او الصفة اللي انا شايفها يعني لليان داود عارت نشر مقال كانت عاملها قبل كده فرانس بريس بتقول في المنصة كان وعد منك كان حلم منه ده طبعا يعني الكلام العظيم اللي كان اقيله صلاح جهين وبتتكلم في المقال خلاصته يعني بتعمل مقارنة بين نيلسو مندلة وعلى عبد الفتاح البنت اللي كلامها بيحمل كل معاني الكراهية لمصر بتكره مصري دون سبب يعني ممكن اكيد في اسباب لكن البنت عندها عقدة من مصر رغم من مصر احتضنتها واكلتها وشربتها ولبستها ونظفتها ودرتها فرص تعمل وغيره لكن هي بتكره مصر وشغالة يعني حتى مصر على رصها وعمل تكتب والبنت تيجي نسيتها لبنانية طب ما تخليك في يا ربنا يعني يقوم لبنان بالسلام يعني خليك قادي اللي لدي دون طبعا أسامة جويش عمل مجموعة تغريدات بيتكلم فيها جايب حاجات فيها من 2014 من أول رئيس ما أقسم باليمين الدستورية وبعدين اتكلم بقى جايب حاجات من أقوال الرئيس وإحنا هنعمل كذا وهنعمل كذا الحاجات الرئيس على مدار السنوات التمانية اللي فات بص يا أسامة انت بتحاول تكون عايز تبينك صحفي يعني عندك مهنية انت انت بالزبط ماشي على طريق يسر الفوضة حفظ المرازي ماشي على طريقهم لكن هم دول أروا كتب وعندهم وغيره أنا الحقيقة الحقيقة انت يعني بتحاول تقول قولة فيها جزء بيسموها في علوم الإعلام الإعلام الدعاية الرمادية ديجيب الرئيس كده فعلا وتحاول تسقط عليها اللي انت عايزه أنا بقول انه اللي اتعامل أنا بقولك يا قسام بقولك أنا قاعد في مصر واعتقد لك حد من عيلتك أكيد في مصر أنا معرفش أكيد ناس قاعدين في مصر من عيلتك أو من قريبك أو من أصدقائك أو غيره حاول تقلع النظارة وانعرف ده صعب جدا لك النظارة السوداء أو نظارة الإخوان وحاول تبص بس على مصر اسأل قريبك لو في حد من قريبك يعني اسألهم مصر فين دلوقتي احنا كنا فين وبقينا فين ده موضوع وبنعاني مما تعاني منه كل دول العالم وانت قاعد في لندن هتشوف الوضع في لندن وأكيد بتشوف الوضع في لندن لكن أنا برضو كل ما جاء أكلم بمنطق مع أولئك أشعر لأنا غلطان لأنه لا حياة لمن تنادي يعني فعلا أنا بكلم مين صم عمي بوكم دول خلاص يعني يعني فأنا بكلم نفسي لكن طيب طبعا فيه برضو جمال سلطان جمال سلطان برضو يعني بقولكم ده في يوم واحد كم الحاجات اللي عشان تقريبكم جمال سلطان بيتكلم بيقول أنه كلام السيسي خطر جدا لأنه بيحمل إشارات ضمنية أنا معرفش فين إشارات ضمنية تجاه مدخرات المصريين اللي عاملين في الخارج وضع ييده عليهم يعني بصوا قاعدوا يهجموا السيعة عشان توقف هجموا قناة السويس هجموا المسيحيين والمسلمين العلاقة اللي بينهم هجموا النهاردة بقى الخبيث جمال سلطان بكلامه الأخبس منه بيقول أنه الدولة عايز تحط إيديها على فلوس المصريين في الخارج اللي هم حوالي 32 مليار لتحولات المصريين في الخارج أنا عايز أفهم يعني أنا عايز أفهم إزاي يا جاهل يا عبيط يا أبل يا خاين يا جسوس ده جمال سلطان والله كلامك يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان إلا حقد يا أخي أنت يا أخي هتقابل ربنا إزاي أنت هتقابل ربنا ده جمال سلطان عايش في كنباوند في اسطنبول عايش في يعايش بروأ وعمال يتأوت وقاعد قال أنه السيسي ومصر تحط إيديها على فلوس المصريين في الخارج أنت فاهم أنت بتقول إيه يا ابني أنت عارف أنت بتقول إيه أنت بجد نصدق نفسك يعني أنت حدد دك فتوى أنه الكذب والتضليل هتاخد عليها حسنات يوم الإيامة الله أخرب بيوتكم بهي الدين حسن أنا بكملكوا أحشيط عرفوا يا مصريين في يوم واحد بيحصل إيه كل اللي بحكوزه ده في يوم واحد الأخ بهي الدين حسن اللي هو بتاع حقوق الإنسان اللي قاعد فرنسا جاب الناس أعضاء مجلس الأمناء بتوعه بتاع الجمعية بتاعته بتاع المجلة بتاعته والموقع بتاعه وراحوا قاعدوا في بلجيكا حوالي أربع خمس تيام قدام حضرتك هو ده في بلجيكا عمل مؤتمر عشان يشوف الخطوة الجاي هنعمل إيه هنعمل إيه في إيه قال لك انوان الاجتماع كان حول مسئولية النخب غير الحاكمة في العالم العربي في التحول الديمقراطي أو إعاقاته وفي تعزيز حقوق الإنسان أو تبرير الاعتداء عليها خلال موجتي الربي العربي واخد فلوس جاي له فلوس تمويل من جهات وطلع من فرنسا على بلجيكا عامل اجتماع مع الناس اللي قدامكم في الصورة بيتكلموا على الديمقراطية في ما بعد الربي العربي والناس اللي خارج النخب الحاكمة ودورهم إيه دور الناس اللي خارج الحكم يعني فيه دور مرسوم للناس اللي خارج الحكم خلينا نربط معه أنا بلقى فيهم واحد بس ترجمة نانسي قنقر